في البداية معالي الشيخ وردنا سؤال وهو يعني يتكرى كثيرا من وصف الشيطان فيما يتعلق بالعبادات التي يفعلها الإنسان أخونا يقول أني أنا أحفظ القرآن وفي البداية كانت نيتي خالصة لوجه الله لكن مع الوقت أصبحت أصبح الرياء وطلب ثناء الناس أو الإعجاب بالنفس يرد علي مع أنني أدافعه كيف يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل في الطاعة وكيف يدافع هذه الوساوس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن العاقل يعلم أن الدنيا سريع زوالها وأننا جميع سننتقل إلى الدار الآخرة وأن الدنيا مهما طالت فهي سنوات قلائل تمضي كأنها أيام بينما الدار الباقي أبد الآباد هي دار الآخرة ومن ثم تكون همة الإنسان ونيته لتلك الدار الآخرة ويعلم الإنسان أن العباد وأن الخلق لن ينفعوه بشيء إلا إذا كان ذلك بأمر من رب العزة والجلال وبإذن وقدر منه جل وعلا ومن هنا فإنه لا يلتفت إلى مراءاتهم وإذا تعامل معهم بالحسنة تعامل معهم ليرضي الله لينال بذلك أجرا أخرويا ومن ثم فإن الإنسان عليه أن يخلص في عباداته بأن يقصد بالعبادة إرضاء رب العزة والجلال وأن يقصد بالعبادة إصلاح أحواله الأخروية قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ما معنى مخلصين يعني يقصدون بهذه العبادة أن يرضوا الله وأن يحصلوا على أجل الآخرة قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال جل وعلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن هنا فإن الإنسان يجاهد نفسه في هذا الباب وما ذكره أخونا الكريم من توجهه نحو قراءة القرآن وحفظه فهذا من الأعمال الصالحة ومن العبادات التي لا بد أن يكون الإنسان مخلصا فيها والشيطان عدو الإنسان يريد أن يفسد على الإنسان هذه العبادة من خلال عرض المقاصد الدنيوية على الإنسان بحيث يجعله يسعى إلى رياء الخلق وإيجاد الثناء والسمعة له وبالتالي نقول بأن مجرد وجود هذا الخاطر في قلب الإنسان لا يؤثر على نيته ولا يلغو ما لديه من الإخلاص بسبب هذا الخاطر الذي يوجد عنده فهذا الخاطر هو من حديث الشيطان والله جل وعلا لا يؤاخذ العبد بوسوسة الشيطان المجردة التي لم يستجب لها ولم يلتفت إليها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم ومن ثم فنصيحتنا لأخينا الكريم ولأخوة الأعزاء أن لا تؤثر عليهم هذه الخواطر الشيطانية التي يلقيها الشيطان في قلوبهم فلا تثبتهم عن العمل الصالح بل تجعلهم يستمرون ويواصلون وليعلم الإنسان بأن الشيطان ما جاءه بهذه الحيلة إلا ليوقفه عن العمل الصالح الذي كان يسلك طريقه ومن ثم فلا يلتفت إلى هذه الخواطر التي ترد على قلبه والواجب عليه أن يستمر في طريقته من عبودية الله جل وعلا ومتى ترك الإنسان الالتفات إلى هذه الخواطر ولم تؤثر عليه فإنه مع الزمن تزول والعلاج في هذه الخواطر هو عدم الالتفات إليها وإذا لم تلتفت إليها فإنك مأجور مساب لكونك قد أطعت المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما ذكر وساوس الشيطان ثم قال فمن كان كذلك فلينتهي إذن العلاج الانتهاء وعدم الاسترسال مع هذه الوساوس وعدم الاشتغال بها حتى في ردها ومحاولة إطفائها لأن هذه الخواطر من صالحك يا أيها الإنسان فيتزيد أجرك وثوابك عند رب العزة والجلال أحسن الله لكم ترجمة نانسي قنقر